حابب إن أنا أوضح لحضاراتكم بعض الكواليس اللي موجودة داخل الخبر ويمكن ان الكبتن محمود الخطيب مش منزله هو اللي تم سرقته هو منزل نجلته رانا زي ما حضارتكم يعني متابعين أو زي ما أنا بحكي لحضارتكم دلوقتي إن الكابتن الخطيب يعني فيه منزلين جنب بعض منزل الأول منزل الكبتن محمود الخطيب المنزل الثاني منزل رانا محمود الخطيب وبالتالي يمكن كابتن الخطيب واسرته رجعوا من الساحل الشمالي يتفاجئوا ان في حد يمكن يعني زي ما بنقول كده ناشر خالص الحديد اللي موجود بصاروخ يدوي وفي نفس الوقت يعني مقتحم الفيلا وعملوا محضر اثبات حالة علشان يثبتوا كل ما هو حاصل في هذه اللحظة وبالتالي لما دخلوا جوه مع الشرطة اعتقد ان الوضع كان صعب جدا ان الوضع كان مبهدل لكن الغريب في الموضوع يا جماعة ان لكان فيه فلوس مسروقة ولا دهب مسروقة ولا تليفونات مسروقة ولا اي حاجة خالص يمكن اللي تسرق فعليا هو جهاز ايباد زي ما اقول لحضراتكم يعني ده غريب ده شيء غريب جدا لكن لو بيدل بيدل على حاجة يعني عن الموضوع اللي دخل كان بيدور على حاجة معينة المكتب الخاص بالبيت او بالمنزل الخاص برنة مقلوب كله على بعض كل الادراج مفتوحة فزي ما بقول لحضراتكم دايما اللي عايز يخش هيدور على فلوس او يدور على دهب او يدور على اي شيء ممكن يستفيد منه لكن تخش بيت وتلاقي ان ما فيش اي حاجة مسروقة وتلاقي فقط ان هو كان بيدور على حاجة معينة او داخل عشان يجيب حاجة معينة اعتقد ان ده شيء غريب جدا لكن فيه كواليس اعتقد ان احنا هنحتفظ بيها ومش هنعلنها غير في الوقت المناسب نروح بالتليفون مهم جدا جدا مع اسطورة الحراسة المصرية الاهلوية وحش افريقيا الكابتن اكرامي يا كابتن اكرامي برحب بحضرتك اهلا انا عمر الزائق الحبيب اخبار حضرتك يكله تمام الحمد لله عمر الله انا خليك انا كابتن اكرامي اكيد اتكلمت عن خبر الكابتن محمود الخطيب هل حضرتك اتكلمت معه وتطمنت عليه والله يا بص انا كنت في الساحل معه وبعدين فبقيت بالخبر اه في المواقع اتصلت به طبعا نتيجة للظروف اللي هو بيمر بيها مردش اه فانا رجع رجعت من الساحل عشان الموضوع ده واسع اه حاول ان انا اتواصل معه دلوقتي واتطمن عليه يعني يعني يا كابتن اكرامي اكيد حضرتك متابع الاحداث الكروية مباراة الزمالك اه بدأت مع المصر او مباراة في الدوري حانك شايف عودة الدوري تبقى عاملة ازاي مباراة الاهلي مع امبي الاهلي اللي عنده بعض الغيابات رأي حضرتك ايف عودة الدوري والله طبعا حاجة كويسة جدا ان احنا بنواكب المجتمع العالمي في عودة الدوري يعني الحمد بالله ويمكن انبارح برضو المباراة بتاعة الزمالك والمصر كانت مباراة شيقة وكان فيها حماس وكان فيها مجهود طبعا يعني نتيجة للظروف اللي حصلت قبل كده والتوقف اللي دام تقريبا حوالي اربع شهور فلازم الامور لسه لسه العيبة ما صلتش الفورمات طيعتها العالي يعني لكن بعد مباراة والتانية والتالتها تبصت لأ الامور بقت كويسة بالنسبة للفرع كلها تمام يا كابتن يمكن الاهلي عنده مباراة كابتن يوم الحد مباراة مهمة ووجود رمضان صبحي اعتقد ان الشيء مهم جدا لكن كابتن اكرامي موضوع رمضان احنا مش فاهمينه وبالتالي الموضوع حصل دلوقتي قبل مباراة يوم الحد يمكن الموضوع معروف ان رمضان هيبقى عنده مشكلة في الاعارة فانا بالنسبة لي وجود حضرتك ما انا عايز افهم حضرتك يعني لو تتفضل وتفهم الناس مشكلة رمضان كابتن ايه هي واله هي ممكن تتحل ورمضان يبقى موجود سواء مع الاهل محلين او افريقين ولا الموضوع رايح فين يا كابتن تماما كابتن يعني رمضان موجود يوم الحد مع النادي الاهل كابتن ان شاء الله لا مش موجود طبعا لان العرب بتاعته مفروض ان انها انتهلت يوم تلاتين يعني تماما كابتن طيب ايه لا يحصل دولتا كابتن اكرامي والله لا اعلم شيء عن الموضوع ده خالص يا عمش خالص يعني انا كنت لسه بقولك ان انا كنت في الساحل ولسه راجع حالة ما هو ما دخلتش بيتي يعني اه وبقالي فترة طويلة ما معرفش اي حاجة يعني انا كنت منعزل عن العالم كله يعني باستثناء طبعا لما تقابلت مع شابت المحمود الخطيب طبعا مع بعض ومع مجموعة من الاصدقاء يعني في الساحل صحيح غير كده انا لا اعلم شيء عن الموضوع دي خالص كنت نعارف يعني طب يا كابتن بالنسبة انا بتواخد اجازة من كل حاجة مريح دماز يعني نعرف يا كابتن ان شاءناها طبعنا الصور اللي حدا كنت بتتكلم عليها والغادة اللي حدا كنت مقضيمة على الكابتن محمود الخطيب لكن يا كابتن اكرامي طيب لو عايزين يعني برقبة رمضان يمكن فيه تضارب حواليها يعني فيه ناس بتقول ان رمضان حابب ان هو يحترف في كرر تجربة مرة تانية وتكون اكثر نجاحا من تجربة ستوك سيتي وهدر سفيد وناس او رأي اخر بيقول ان رمضان يا كابتن حابب ان هو يكون موجود في الاهلي فهل حراك بس يعني تأكد لي واحدا من الاتنين ولا حراك برضو بعيد عن الاحداث لا اعتقد ان رمضان اعلنها صراحة قبل كده يعني من حوالي من فترة ريبة يعني ان هو بيفكر في الاحتراف الخارجي يعني ده رغبة رمضان وقالها قبل كده يعني مش جديدة يعني طيب يعني كابتن طب نصيحة حضرتك طبعا يعني كابب بالنسبة لرمضان بالنسبة للأولمبياد حضرتك شايف ايه الاصلاح له كابتن اكرامي بالنسبة للأولمبياد هل هو حضرتك داخل على بطولة مهمة هل يكمل وقال لحراك شايف ان هو لو جاء له عرض احتراف محترم يليق به يخوض التجربة مرة تانية انا بتكلم كنصيحة حضرتك طبعا يعني انا طبعا افضل له الاحتراف الخارجي وانا قلت الكلام ده قبل كده تماما كابتن وربنا يكره ان شاء الله ويجي له حاجة كويسة ويكمل بيها ان شاء الله طيب يعني كابتن من الوحش الكبير اللي هو حضرتك للوحش الصغير الشريف كرابي امتى الشريف هيعلن ان هو عن وجهة النادي اللي رايحه والله بس اه امر بقى انت تفعل شريف عن الموضوع دوت لان انا بقولك انا يعني مريح دمات خالص من الموضوع ده اللي ان عارف فيها طيب تمام تمام يعني حديث كتير ووجهة دمات انا 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 مش انا خلاص انا انا هقفل على الموضوع ده وعايز اسأل حضرتك كده عن حراك واحد من نجوم النادي الاهلي ويمكن الفترة الاخيرة بدون ذكر اسماء وبدون ذكر اي حد الفترة الاخيرة يعني بعض من لعيب كرة القدم السابقين او حتى يعني بعض الناس اللي ممكن تنتمي للنادي الاهلي او غيره يعني في شوات يعني تصريحات لا تليق باسم النادي الاهلي وباسم مجلس الادارة حراك واحد من النجوم اللي موجودين على السحة شايف حضرتك الكلام ده هل الكلام ده يصح وليه كابتن اكرامي ما بيعملش كده يعني ليه كابتن اكرامي ما بيه هجلش حد وراجل ملتزم وراجل مش عايز يتكلم على حد لا ما انا عايز اعرف ايه التصريحات اللي تقالك عمر عشان اعرف ارد عليه يعني يعني التصريحات من بعض اللعيبة اللي كانت بتلعب في النادي الاهلي كابتن اكرامي قبل كده يعني بدون ذكر اي سامي علشان بس بنحترم كل اللعيبة والاشخاص انهم يعني بيهجموا مجلس الادارة بيهجموا اشخاص بعينهم هل حراك شايف ان ده حاجة يعني مش عراك تباعة التصريحات ولا لا ما انا ما عايز اعرف ايه التصريحات اقولك ان استخد اجازة الفتر اللي فاتت ايه التصريحات اه يعني كان فيه بعض الكلام ان فيه بعض المجملات فيه قطاع نشئين في الكورة بشكل عام بسبب ان يعني مش ولاد النادي هم اللي موجودين يعني مفروض المكان يبقى مخصص لابن النادي اللي هو لعب في نشئين النادي وختم حياته في النادي الاهلي وبالتالي هو ده اللي لازم يكون موجود فتم انتخاد مجلس الادارة وكابتن محمود الخطيب بالتحديد على انه يعني فيه بعض المجملات فعرضك واحد من ابناء النادي الاهلي هل حراك شايف الكلام ده موجود فعلا بص يا عمروز الهجوم اللي على محمود الخطيب ده هوت مش ولادة الصدح او ولادة جمال دول ده قاله فترة مجلس محمود الخطيب تمام كابتن اكرامي معلش بس صوت حضرتك مش واضح يا كابتن اكرام عشان الكلمة اللي فاتت دي كلام مهم معلش مش عايزه ان هو يفوت علينا معلش ما انا بقول لك اللي بيهاجم محمود الخطيب تمام يا كابتن اه في الفترة اللي فاتت دي دي حاجة مش وليتك مش قريبة ده من زمان مهمة فيه ناس بعينها بتهاجم محمود الخطيب تمام وبتهاجم اشخاص معينين في مجلس الادارة لهم مصالح شخصية وللت لهم اهداف لمصلحة النادي الاهلي تمام لان حتى لو انا شايف ان في اخطاء من المحمود الخطيب او اخطاء من مجلس الادارة او من الناس بعينها وانا وانا من ابناء النادي الاهلي او انا مفروض بنكمل الاصر في النادي الاهلي تماما كابتن ان انا اروح وابكلم معهم بصورة شخصية تماما ما يبقاش على الملأ كده وان احنا نهاجم الناس بدون حقائق يعني فمش عايز اخد في الموضوع ده كتير يا عمر بنصدق تماما كابتن يعني انا كابتن اكرامي انا شاكر جدا لوجود حضرتك معايا وشاكر على تعليق حضرتك على موضوع رمضان وشريف واخيرا الهجوم على مجلس الادارة كابتن اكرامي وحش حراسة المرمى في النادي الاهلي ووحش افريقيا او داكن